بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون حديثنا اليوم عن أهمية الصلاة وأنها وسيلة الاستقامة في الحياة ولذلك ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فضل الصلاة وأنها سبيل لمغفرة الذنوب والسيئات فيقول صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل ترون أن ذلك يبقي من ضرنه شيء؟ فقالوا لا يبقى من ضرنه شيء فقال صلى الله عليه وآله وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا ولذلك حينما شك الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا يصلي لكنه ربما يقع في الذنوب والمعاصي فقال صلى الله عليه وآله وسلم ستنهه صلاته ولخطورة أمر الصلاة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح باقي عمله وإن فسدت فسد باقي عمله والمعنى الذي ينبغي أن يلتفت إليه كيف تؤثر الصلاة على استقامة العبد وذلك أن نجد كثيرا من الناس ربما يصلي لكنه يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وسبب ذلك إنما هو الخشوع في الصلاة واستحضار هيبة الله في الصلاة وفهم معنى الصلاة وسبب ذلك الإكثار من ذكر الله قبل الصلاة وبعد الصلاة يعني خارج الصلاة فالآية الكريمة حينما تحدثت عن ما ينهى عن الفحشاء والمنكر قالت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة فمن داوم على ذكر الله في غير الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة وفي سائر أوقاته كان ذلك سببا في أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر ومن راقب ربه في صلاته وخشع في صلاته واستحضر هيبة الله في صلاته وفهم حقيقة الصلاة والتجأ إلى الله وهو يسجد أن يوفقه لطاعته وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته فإن ذلك يحقق له الاستقامة في غير الصلاة فالصلاة لها أثر في استقامة العبد فالصلاة لها دليل على قبول الله سبحانه وتعالى للعبد فمن داوع معا على الصلاة وفهم معانيها وأقبل على الله فيها وذكر الله قبلها فإنه يكون بذلك قريب للاستقامة إلى الله سبحانه وتعالى وأن تؤثر في سلوكه ولذلك أخبر بذلك النبي أن من داوما على الصلاة فستنهه الصلاة عن الوقوع في الفحشاء والمنكر وسينتهي عما يغضب الله عز وجل فما نراه من أناس ربما وقعوا في الزنوب والمعاصي وهم يصلون لله فإن صلاتهم تحتاج إلى تؤدى وتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى فهم وإلى وعي ويحتاجون إلى صحوة ضمير وإلى يقزة قلب وأن يداوموا على ذكر الله سبحانه وتعالى فمن داوم على ذكر الله فإن الاستقامة تتحقق في سلوكه وتتحقق في حياته ويقبل على الله سبحانه وتعالى والذكر من أهم موقزات القلب ولذلك يقول رب العزة جل في علاه فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول والذاكرين الله كثيرا ويقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ينبغي على المسلم أن يهتم بصلاته وأن يعد لها وأن يتفكر في آيات القرآن التي يتلوها فيها وأن يتفكر في التسبيح والتكبير وأن يستشعر عظمة الإله العظيم الذي يسجد له ويركع له ويدعوه في الصلاة قياما وقعودا ويلتمس منه استجابة الدعاء ويلتمس منه القبول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الصلاة وأن يهيئنا للعمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من المقبولين وأشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته